طيب كابتن هوي نكمل يلعب ازاي بقى يعني في كلام انه هيلعب بكرة بتلات مدافعين انت رايك يلعب بتلات مدافعين بكرة عشان يعود كمان انت عندك الناحية اليمين حزم والمسلوسي المش موجودين يلعب بتلاتة في الدفاع ولا انت شايف انه يلعب اربعة عادي اربعة تلاتة تلاتة المسلوسي مش موجودين اللي اصابت نا المسلوسي قالك ان هو يعني احتمال واحتمال يعني اه المسلوسي مش موجود والمسلوسي غريبا يعني راجل عارف انت برض لو حطتني مكانه اه الامور صعبة عشان لازم نعذر بس مستر بريرا لان الناس ما تشوفش الاداة بكرة لو حصل اي حاجة يا بص خط الدفاع بالضبط في محمد عبدالغاني محمود الوينش محمد طاري وحسام عبد المجيد وعبدالله جمع ومحمد عبدالشافي دفعت الدفاع اعتقد هلعب امام عشور باكرة اعتقد هلعب مين في النص ما اي حد في نص الملعب بقى بس اعتقد هو الوحيد اتا لو سدتها من انا هتفتح معاك من احتي بشتري احمد كمان بس الناحية اليمين لدي عند الناد الاهلي مميزة جدا معلول ممكن نعبدالقادر هتبقى صعبة جدا لو واحد ما بيعرفش دافع كويس او مش عافف كويس او مسترية هيتعاني ده ده محور الحديث هل يلعب بقى هنا بتلاتة يعني يعود انه غياب يخلي امام عشور حتى كجناح بس يلعب في خطة التلاتة ولا يلعب باكرايت باكرايت لا انا متوقعش ان يلعب تلاتة ممكن يلعب باربعة وانت بتكلم اصلا يعني امام عشور ما ينفعش لعب باكرايت لان هو الوحيد اللي بيلعب في نص الملعب باكرايت انا ممكن اقولك زيزو اه ممكن يخساره قدام لكن خد بالك الحتة دي برضو مهمة هو بص ما كل واحد بليه تفكير يا احمد خد بالك يعني امتى لو بتكلمني حاجة احسن من حاجة يعني ما خلاص انا النهاردة برضو في حيرة ما عنديش باكرايت فانا لو لعبت امام عشور امام عشور هو الوحيد الديفندر اللي كويس في حطة نص الملعب في الوقت الحالي حتى لما اشرف رقق بيلعب جانبه معلش برضو مش معود قوي تمام لو حد تاني لعب برضو جانب امام برضو تحس ان هو مش معود اسلام جاب برضو مش هيعود قوي فالنهاردة لما تشيل الميزة اللي موجودة في نص الملعب اللي هو امام تحطه باكرايت يبقى انت لا دا انت خسرت كده ايه بدل ما كنت خسرت مسلا تلاتين في المية لا دا انت خسرت تسعين في المية كابت الحمداء الشركات بحاجة ما انا هكمل بس وهو هيقول يبقى انا هخسرت تسعين في المية طب انت عندك زيزو انا لو بتكلمني لا الاعب زيزو باكرايت لانه سريع وبيدفع كويس وممكن يهاجم ويدفع لانه عنده الياف مش هتفقت كتير قوي في الحتة دي زي ما هتفقت كتير في المية حطه نجل زي ما هتفقت كتير في الحتة دي فلو انت بتكلمني برضو انا قلتلك في حتة لانه هو كمان على فكرة يعني لو في محمود علاء موجود كنت اقولك اه ممكن يلعب بثلاتة او ممكن يلعب بعب غاني مثلا باكرايت تمام لكن انت النهاردة المشكلة لا محمود علاء موجود ولا حازم ولا المسلوسي ولا فالنهاردة اوقع بقى يعمل حاجة فينا ويلعب مسلا عبدالله جومعة باكرايت زي ما كان بيحصل قبل كده تبقى مشكلة كديرة جدا او لعب محمد عبدالشافي تالت خارج هتبقى مشكلة هتبقى مشكلة هتبقى وهتبقى لعب عبدالشافي تالت في الدفاع لا برضو يعني مش بالنسبة لانه مش مش حبيبها طيب انت شايف يعني ممكن يحل الموضوع ده بيزيزو يلعب باكرايت ويحط اوناج تمام وحط في نص الملعب امام وهيحط طبعا اشرف روقة لانه هو الوحيد برضو دي حتته عن اسلام جابر فحتى لو بس دي هيبقى افضل شوية لكن مع تركيز مع اشرف روقة دلوقتي محمد عواد حارس مر عواد عشان لا الناس تبقى وطف ماشا عواد عواد وعبدالغاني لا عبدالغاني والوينش يمين زيزو شمال عبدالشافي عبدالشافي في نص الملعب امام واشرف روقة تمام ناحية اليمين ونجم امم وباما بن شارقي عمر السعيد لا تشكيلية زي ما اه اتمانى بقى لو عمر السعيد لعب لازم عمر السعيد عندنا مشكلة ان احنا ما بنقدرش نستغله بشكل كويس عمر السعيد لعيب 18 بوكس زي ما بيقول كروسات يعني انت لازم تعمل له كروسات تمام انت النهاردة مشكلة لما عمر السعيد بيلعب تحس ان ما فيش كروسات لعب عليه ان هو هدر كويس اوي داخل السندوق وبيقل اي حد تمام فلازم تعرف انت امكانيات ده ايه يبقى انت لازم لما تروح على الاطراف يبقى لازم تعمل كروسات والكروسات دي ما يبقاش عمر السعيد لوحده لان انت عندك مشكلة هنا لو هو الواحده فهيتمسك سهلة او لانه هيتمسك بواحده وتغطى بالتاني والتالت لكن انت النهاردة لما تيجي ناحية اليمين مثلا تمام زيزو بيعمل اوفر لا يبقى لايقى اوباما جوه عمر السعيد جوه لان الناس دي بتاخد ناس تانية فعمر السعيد بيحصل لو هو معاه واحد بس يقدر يفك من ركابة فيقدر يلعب بدماغه كويس لكن لما يكون له واحده وسط اتنين تلاتة فطبيعا ان هو مش يعرف ياخد فلازم تستغل الحاجات دي وتستغل كمان السرعات يعني اللي هي وراء البكين سواء من بن شارقي تمام لان الناس دي لازم تلعب على الجوم بشكل كويس يعني بن شارقي او نجب او زيزو لو كان بيلعب مش عشان تروح تراوغ وتلعب كروس لا الاتنين دول ليهم دور مهم جدا ان هم يلعب على الجوم بقى شرطة ان انت تفضي مساحات بين المساك والباك عشان الناس دي تقطع تمام تلعب العكسيات عشان يروحوا الفرادات انت كتير او ما بنستغلش الحاجات دي لا احنا بنستغلي ان بنشارقي عاد بس ساعات بنشارقي عادة بيعملها وبشتغل كويس لما بيروح حتى في ماتش الداخلية قدر ان هو يحرز هدف فالحاجات دي المفروض يشتغلوا عليها كتير لان ده مهم جدا لان الاتنين اللي جايين من الطرف بيبقى ليهم دور مهم جدا على المربع طيب كابتن احنا كان عندك لأول وجه اتنظر على وجه اتنظري ان انت لو انت حطيت زيزو رجعت زيزو انت كده حررت علي معلول اللي هو اصلا اما زيزو بيلعب بيقف فانت كده هتجيب الضغط عليك وزيزو مش هيعرف مش هستحمل الضغط لانه اصلا مش مكانه ماشا هاجم كويس وهطلع كويسه بس فيه تقطيع عكسية مش هعرف عملها التحركات نفسها مش مكاني يعني فاهم يعني مش هعرف تحركها فانت بدلا ما انت اللي بتباغت انت لأ انت ضغطت نفسك بيجابها اصلا قوي عندك طيب بس انا قلت حاجة يا احمد قلت لك ان زيزو عنده ما يسمح ان هو اشتغل باكرايت وهافرايت لان هو عنده بدنيا كويس اوي فهو لما يشتغل هو وانجب اعتقد ان انت ممكن تضغط علي معلول لان اشتغل كثلاتة ليه؟ ليه المشكلة انا ما كنا مسلا في الاهلي كنا نلعب مسلا انا وعمد ان احسوها الجمعة كان جان بسبب معاوض مش كويس في الدفاع وكان جلبرت ما بدفعش بس فيه انا وراه بعرف دافع حتى بركاتها ما بي موجود وقال بقع في دافع لكن فاربعة هم مين التلاتة فاربعة لا قصدي فاربعة لا انت لما تيجي تلعب بالتلاتة دلوقتي مين هم التلاتة محمود علاء مشكلة مش موجود فانت هتلعب مين التلاتة يعني ما اتكلم في وما انا ما حبش برضه عب شافي يلعب من ضمن التلاتة لان ده مش مش مكانه وانا دلوقتي برضه هقلق اننا احط حسام عب مجيد لو موجود لسه برضه ناشئ الصغير فهقلق فانت برضه بتدور على اخلق اخلق لتلاتة لو اتعمل يتفلات اقل خسارة برضه لو اتعمل يتفلات لو اتعمل يتفلات ما هو تلاتة فلات ويفه بالعرض عبدالشافي أكنه باكليفته واقفة ما بيقدمش ما أنت في الثلاثة في الأربعة أما الباكريت بيطلع الباكليفته بيقف أنت بالنسبة لك أكنك إيه حط زيزو ثلاثة وحط زيزو مع تنص المرعب ثلاثة أربعة ثلاثة فأنت بالنسبة لك إيه أكن زيزو هو اللي بيهاجم وعبدالشافي واقف أنت عايزت لعب زيزو وعايزت لعبه ناجم لا أما لا تلعب زيزو ثلاثة أربعة ثلاثة والوينش وعبدالغانش. مظبوط كده. زيزو على اليمين. اه. صح كده. رايتباك وينج. اه. وعلى الشمال هيبقى مسلا عبدالله جومة. عبدالله جومة. مسلا. انا بقول مسلا. نص الملعب رؤى. نص الملعب. رؤى وآآ امام. وامام. ادي كده ثلاثة اربعة. حط ايه. حط ايه ثلاثة قدام بك. مين بقى ثلاثة اربعة. اوباما وين شرقي وعمر السعي. عمر تانية. يعني انت النهاردة ما ينفعش لعب اوباما آآ ناحية اليمين. وتلاعب عمر السعيد. وبعدين تلاعب بن شرقي. طب انت لعبت اوباما عشرة. انت بتقول كده النزيزو هيبقى هو المتقدم. لأ في ثلاثة اربعة ثلاثة. ما والثلاثة اللي قدام دول لازم يبقى ثلاثة. لا فيه طرفين عادي. ممكن تبقى ثلاثة. ثلاثة اربعة واحد. يعني واحد. فاهم يا بقى. اوباما هو اللي بتحرك. يبقى لما التلاثة بيلعبوا فلاد. ده مش معناه ان انت لو عندك بكين او اتنين في نص الملعب. هيبقوا طيرين مش هيرجعوا. فانت النهاردة لأ المساحات دي هتبقى فاضية. لأ النادي الايلي ممكن يستغلها بشكل كبير. خد بالك. فانت النهاردة حتى لما هو قال انت كنت بتلعب بتلاثة انت اول جمعة وما دي النحاس او اين كان مش عاف مين. تمام. بس لما كان بيلعب اتنين في نص الملعب كانوا بكين اصلا. سيد معوض وكان مثلا اسلام او اي ان كان. لا بيحط بركات. بركات بس كان برضه في الحتة ان هو بيلعب يمين وبيرجع. عنده الامكانية ان هو يرجع. تمام. بس كان بيلعب قدام بركات اكيد حد تاني. طبيعي. لان بركات بيشتغل عليه. لان بركات في الاول في الاخر اسمه باك رايد بس بيديله نواحي هجومية بشكل كبير لان هو مؤمنه شوية. لكن لازم يرجع. بدليل ان سيد معوض ما هو باك ليفت. عرف الخطة دي. يهمة بيعمل اي بقى? هقولك يهمة. هقولك يهمة. يهمة يعمل ايه بقى? تالنهاردة لعبت بركات صح? ولعبت التلاتة فلات ولعبت باك ريفت صح? ايه اللي بيحصل بقى? هنا بيد حرية البركات. ويقولك الباك ليفت ده يقف في مكانه. واق الجمعة في مكانه. واحمد السيد في مكانه اه او احمد النحاس في مكانه. واحمد السيد بناحة اللي من بكريت. طيب وهنا ما عنديش دي. طيب.